لطالما كانت معاناة جرح الحرب من أكثر المشكلات إثارة للجدل خلال الحرب المستعرة في اليمن خصوصا في فترة ما بعد تحرير المدن كما حصل في عدن وباقي المحافظات المحررة اليوم تبدو هذه المشكلة وقد انحسرت بشكل كبير بعد أن أخذ مركز الملك سلمان على نفسه علاج جميع الجرح من كل المحافظات بدون تمييز طبعا الحالات التي يصلوا للمستشفى حالات معروفة من القبهات إصابات إما يكون ألغام أو يكون رصاص مباشر أو شضايا فالمستشفى صابر أو بقية المستشفى الموجودة في عدن تستقبل هذه الحالات وتعمل جميع الإجراءات الموجودة طبعا الملك سلمان هنا يختص بعلاج الجريح من بداية دخول للمستشفى إلى أن ينتهي بسلامة للنهاية حتى لو يحتاج أطراف صناعية بعدين هو بيكمل بيسفروا الأردن بيسفروا تركيا بيكون في تنصيق مع اللجنة اللي هم مسؤولين عن مركز الملك سلمان ويتم علاقة الجريح إلى آخر شيء بيحتاجه وفي سبيل ذلك تعاقد المركز مع أكبر مستشفيات عدن وتعز بحيث يتم فتح حساب مفتوح لكل جريح قطأ قدمه تلك المستشفيات التي ينقل إليها مئات الجرح يوميا من مختلف المحافظات ليتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بكامل تكاليف علاجهم 1300 جريح قدعولية في داخل مستشفيات الخاصة من كل المحافظات اليمنية على حساب مركز الملك سلمان هذا في عدن بالنسبة لتعز أيضا قبلت 450 جريح مرحلة أولى و450 جريح مرحلة أخرى يعني أكثر من 900 جريح في تعز أكثر من 3000 جريح تمت معالجتهم خلال مرحلتين فيما دخلت المرحلة الثالثة شهرها الثاني استراتيجية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة آلاف الجرح وعائلتهم وخففت من عبء ثقيل لم يكن كاهل المجتمع اليمني المثقل بالجراح ليتحمله جميع جرح الحرب من كل محافظات الجمهورية وفي جميع مستشفيات عدن يعالجون على نفقة مركز الملك سلمان جهود جعلت اليمنين يعتمدون بشكل كامل على عطاء هذا المركز في علاج جرحهم سواء في الداخل أو في الخارج صلاح باللغبر الإخبارية عدن